السلام عليكم المبدعين والمبدعات إن شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة وبأحوال طيبة إن شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صلي وسلام على سيدنا محمد قلوها كامل ورايا بش ندو الأجر إن شاء الله مع بعض ثاني حاجة الفيديو تالي إن شاء الله رح يكون على كيفية تسويق لمنتجات الكروشي مع التجربة ساعي الخاصة بكل أسرارها الفكرة صراحة طحت عليها من واحد المتتبعة كتبت لي واحد الكومنتر قلت لي كيفية تسويق المنتجات اللي درتهم أذكر الفيديو تاع المشروع المربح بأقل من 500 دينار جزائري كتبت لي ثم كومنتر دو كان نعط لكم الكومنتر ونخلي لكم الفيديو الفوق في الإي ادخلوا شوفوه إذا كان مشتوش رحوا ادخلوا شوفوه بعد عودوا أرجعوا الفيديو هذا باش تفهموا الفيديو تاع اليوم المهم التسويق لمنتجات الكروشي صراحة هو على حساب تجربة خاصة كاي الناس نجحوا فيه وكاي الناس ما نجحوش فيه ممكن السبب يكون أخطأ رجع عليهم ولا الضروف اللي هما سكنين فيها ولا البلاسة اللي يسكنوا فيها ولا الناس اللي بيعوا لهم ولا المشكل ما ما نقدروش نحصروا فيه حاجة هذه أول حاجة نحكي لكم أنا تجربتي الخاصة في الكروشي كيف خدمت وكيفها نبيع وكيفها يعني من الول حتى الآخر أول حاجة بديت بها هي كنت نخدم حويش صغار حويش صغار ما يكلوا ليش يعني مواد أولية كبيرة مثلا غير شوية ثاني حاجة كنت بديت بالأسرة تاعي العيلة تاعي والأصدقاء هذو هم الناس اللي كنت نبيع لهم كانوا كي يجوا نعات لهم ونقول لهم شوفوا هاني خدمتاني وليت حبا هنبيع كذا نورق لهم بديت بلي بورتموني صغار بلي تروس وكلش وحاجة واحد أخرى هما هذو أصلا العائلة والأصدقاء يبدوا يديروا لكم الإشار كي شري كاش واحد عليكم كاش حاجة يديها زعمال دار هم يشوفوها الناس ومنها زعمه هو أصلا يعود يجيب لكم زبائن هذي أول حاجة ثاني حاجة كنت نخدم حويش الروحي مثلا نخدم قطعة نبيعها قطعة ودخرة نخليها الروحي ونستخدمها بورتموني مثل أنا عندي بورتموني خدمته كي روح نشري بره ولا نستعمله في الجامعة ولا في كاش بلاصة يشوفوه عندي البنات يقولوا اللي منين جبتين يقولهم أنا نخدمهم ونبيعهم يعني كنت نديل إشهار لروحي حاجة واحد أخرى اللي عاونتني بزاف هي ماما يعني العائلة ماما كانت كي نخدم كاش حاجة وتعجبها تقول لي أعطيها لي ولا بيعيها لي مرات نعطيهم منها ومرات نبيعهم منها كانت كي يجو هاكا أصدقاء يخدموا معها في الخدمة ولا كاش حاجة ولا المهم بزمالاتها ومنها تعطيهم كهدايا تقولهم هادي خدمتها بنتي ومنها هي ثاني هما أصلا يزيدوا يديروا لك إشهار زيد نقطة واحد أخرى جاوقت للسوشيل ميديا وبديت حبيت ندخل ندير إشهار في السوشيل ميديا على خطر هي أصلا سوشيل ميديا وسيلة تعاون في الإشهار بزاف سواء فيسبوك ولا إنستاغرام ولا هادو وسائل التواصل الاجتماعي فتحت باش فيسبوك وفتحت جروب فيسبوك بديت بالجروب فيسبوك بديت نحط نصور ونحط بالبري وكده اللي حبي يشريهم منها بدويشوا عليها شوية ناس يعني ميكانت الكمية قليلة وبعد درت باش فيسبوك كي درت الباش فيسبوك ولا لو عندي زوج الجروب فيسبوك والباش فيسبوك في زوج نحط فيهم ثاني خدمت مدة قليلة وما مستمريتش هي هاد الحوايج لازمهم كل يوم تحطي يعني كل يوم تبوستي كل يوم تبوستي بش يطلعوا لهم للناس بيشوفوهم وكي تنقطعي مدة تعودية ترجعي يرجع هذك كل هذك شغل الرجوع انتها كي يكون ضعيف لازم تشغل تعودية من جديد هذي خدمت بهم بريود ومبعد لقيت رحي مشتتة يعني نخدم 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 ومبعد ندخل هكا نخدم بريود ومبعد نعود نختفي نعود نخدم بريود نعود نختفي ومبعد قرات قرار قلت لازم الانسان كي يجيبش يخدم كاش حاجة ما يشددش افكاره يخدم على حاجة واحدة ويمشي فيها ومن ثم حليت الانستاغرام بديت نخدم في الانستاغرام بديت فيه شوية ما لقري ما فيش عدد كبير من المتابعين زعما ما زال جديد وراني نخدم عليه في نفس الوقت جاتني واحد الفكرة وهي اللي خدمت عندي بزاف اهنا في المدينة اللي يعني ساكنة فيها مرة على مرة ونظن هاد البلاسة كان في كل بلاسة ينظموا هكا معارض للأسر للحرفيات هكا مثلا في دار الثقافة في المركز الإسلامي في شحن من بلاسة زعما هكا ينظموا معارض سمعت بواحد المعارض لقيت الإعلان تعه في فيسبوك ولقيتهم كاتبين لهاي حبات شاركت التاصل بينها وروحت عندهم للمركز وشاركت وروحت المعارض زي ما عطاوني طابلة حق أعرض فيها المتاجة تعي منها نبيع ومنها نعرض وهكا تاني زاد شوية عندي الإشهار لأنهم هما أصلا هاتك المعارض يديروه بش يشغل يعرفوا بالحرفيات هما أصلا يصوروا ويحطوا في العباش داعهم تم تزيدي تتعرفي وتاني الحرفيات بعضهم يصوروا لبعضهم ويجوا الناس يعجبوهم حوالي يصوروا منها ومنها كازت كسبت شهرة أكثر ولي تنبيع يعني بكمية أكثر هذه هي زيد حاجة نقطة واحد أخرى في أي مشروع حبي تديريه بش تبيعي ولا حبات حقيقية منه ربح ولا تسوقيه بطريقة مليحة لازم تديري في بالك واحد المعايين أولا الناس بتكون خدمة متقنة ما فيهاش ليضيفوا حاولي تكون متقنة قدر الإمكان ما فيهاش ليضيفوا ما تديروش فيهم ديفوات ومنها حاجة أخرى اللعبوا على الامبالاج لأنه الامبالاج يزيد من قيمة الحاجة اللي راكم تخدموا فيها يعني حاولوا تلعبوا مليحة على الامبالاج دخلوا وتفرجوا لي فيديو كيف هدركا الامبالاج راهم تطور وزيدوا حاجة أخرى يجي واحد الوقت حاولوا تزيدوا مثلا تخدمي الكاش واحد حاجة تزيدي حاجة كهذا من عندك حاجة صغيرة حاجة صغيرة كهذا من عندك هديك الحاجة تاني تزيد ترفع لك من قيمة المنتج تاعك وزيد تاني حاجة أخرى الصور الصور اللي تصوروهم بش تحطوهم صور في فيسبوك ولا في الانستغرام ولا حاولوا تعد كاليتي مليحة تكون الإضاءة مليحة أخدموا في الإضاءة على الشمس بالوسائل الباسيطة اللي عندكم بالتليفون ولا أخدموا تكون بالوسائل نقطة أخرى نسيتها ما قلتها لكمش أي مشروع في الدنيا هذي بش تبدأه ولا أي حاجة في الدنيا هذي بش تديرها لازم تكون إنسان صابور يكون عندك صبر لأنه حاجة ما جيه بالسهل لازم تصبروها لكل حاجة لازم تصبروها تصبروها تصبرو عليها وتعطوها وقتها وهكا بشوية بشوية إن شاء الله ربي سهل ويبدو المشاريع تحكمين ينجحوا لأي حاجة في الدنيا إن شاء الله تتحسن هذي هي المهم كنت نصور ما فقط شبالي الفيديو التقطع اللي هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو تعناتها اليوم إذا كان عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك واكتبولي اقتراحاتكم في الفيديوهات اللي تحت لأنه اقتراحات تعكم هي اللي تعطيني أفكار بش ندير فيديوهات جدد وسلام